السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في سؤال وصلني من أحد الطلبة يسأل عليك كيفية تغيير لون وحجم الأرقام فقط داخل نص في برنامج ميكروسوفت وورد الفكرة كالتالي ان كنت في البداية جيل البحث هتختاروا بحث متقدم بعد منها هنا هنديروا علامة الأس هذه الشفت والستة بالإضافة ثلاثة اللي هي المربع بالشكل هذي وهنا في الخيارات نقول لا بحث في المستند شفتوا لا حظتوا الأرقام تحدثت بالكامل داخل المستند بدون النص يعني هنا تو نجي نقدر ندير الخط مثلا لونه أحمر ونقول له مثلا الحجم مثلا مثلا عزي ميتال عداش أقل من النص العادي يعني هذه طريقة التحديد يعني نتمنى أن المعلومة وسطكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم